موسيقى يا صباح الفل يا صباح الجمال تحياتنا لحضراتكم وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة والستات على النهار صباح الفل يا سوسو يا صباح الفل والجمال والاشراق ليك يا مفيدة ولكل مشاهدةستات على النهار ودايما أحلى الأمنيات لكل الناس اللي بتحبنا واللي احنا يعني بيبقى الحب بنبدله حب أكبر ودايما كل الامتنان له من أكتر المواضيع المستفزة أو أكتر الكلام اللي بيحصل في مجتمعنا وحبين احنا نتكلم فيه بمنتغى الأمانة أعتقد دي ممكن أو مرة حد يتكلم بالطريقة دي عن نوعية الموضوع اللي احنا نتكلمه موضوع الهرمونات ناس كتيرة جدا بيتهموا الست في وقت معين من الشهر أنه هرموناتها بتلعب في دمخها وطول الوقت واخدين أن الفترة دي أصلها هرموناتها تعباها فبدون تبرير الأفعال ممكن نبقى عصميين تبع الهرمونات والأكتر ظلم أن هم ابتدوا ياخد موضوع الهرمونات ده شكل أن هم يلجمونا في مكان معين يلجمونا في مناصب معينة يلجمونا في شغلنات معينة ابتدت موضوع الهرمونات يستفزنا إحنا كستات لدرجة أن احنا عايزين نقول لكم أن الموضوع طبيعي ده ربنا خلقنا كده لكن ده ما يمنعشي أن احنا نستحق أن احنا نروح لأماكن تانية ناخد مناصب جديدة ناخد شغلانات مختلفة ملاش أي علاقة بأنه بيجي وقت من وقت في الشهر ببقى مجنونة وحقيقة الأمر هو احنا مش بنبقى مجنين ولا حاجة ده احنا بنبقى بنعاني معاناة شديدة جدا محتاجين أن احنا نتكلم عنها في حلقات على فكرة فكرة الهرمونات دي احنا بنتعامل بيها أنها وصمة سواء رجالة يعني طول الوقت بتسمعي الجمل دي طول الوقت اللي هو هرموناتها أو ستات يعني ستات بتبقى ضد نفسها احنا عندنا تمييز مجاني كده ضد ستات قول لما تجدد الكلام وسط جروب الشغل أو تعليقات من الزملاء في الشغل عن مديرته عن زملته عن رئيسته عن أحد تلاقيه بيكلم في الجزء ده أو أخذ موقف من الجزء ده يجي يطرح موضوع أن الست تاخد منصب لا ده أصل عواطفها تتغلب عليها وأصلها وأصلها وفصلها في حين قبل ما نتكلم يعني إيه قصة الهرمونات دي اللي هي كلمة سخيفة بيتم تداولها إن الراجل كمان عنده هرمونات يعني ما ينفعش إن احنا نعلق بشكل ساخر أو فيه وصل على الراجل أو على الست يعني ما ينفعش إن احنا نبقى عندنا تمييز وعنصرية وإحنا مش وعيين الستات اللي بيستخدموا ده إن دي جريمة ضد كل الناس مش بس ضد الستات فالإشارة أو التلميح لتغييرات معينة بتحصل للستات بشكل شهري ده مش مجال لا للترفيق ولا للسخرية ولا للوصم لأن المفروض إن فيه التزام فيه جدية فيه انضباط فيه كفاءة ما لهاش دعوة بالنوع خالص وإذا كان نتكلم عن الهرمونات فكمان الراجل عنده هرمونات والهرمونات بتاعة الراجل ما بتبقاش لفترة مؤقتة زي بتاعة الست بصي أنا هرمونات الراجل بتبقى يعني الفكرة المستفزة في إن مش هرمونات راجل هرمونات ست إحنا آه بنيجي في شهر في وقت معين من الشهر بنبقى عصبيين وبيبقى موتنا مش حين مش كل الستاتات لأ ثانية أنا عايز أقول في حاج وبنبقى ميلين أكتر إن إحنا نبكي وأوقات كتيرة بيبقى بنخش في اكتئاب وقلق ده لا يموت بصلة عن قدرتي على إن أنا بنزل شغلي كل يوم بشتغل وأنا في هذا الكم من الألم اللي ناس كتير جداً بالترياء عليه لكن هي الست تعودت إن هي حتى تتقبل الترياءة في فكرة أصل هرموناتها وتاخدها وتمشيها عادي ومتنسى إنها تقف تدور وشوم وتقولهم على فكرة آه أنا هرموناتي ممكن في أوقات كتيرة في الشهر بتتغير بس أنا ببقى حاسة بوجع حاسة بألم حاسة باكتئاب حاسة برغبة في البكاء بس ولا مرة عملت كل ده كم الترياءة والمسجز أو الجروبس بتاع الرجالة لما يجوا يتكلموا حتى على ملاطاتهم مع نشاص هرموناتها النهاردة اليومين دول هرمونات بتاعتها بتلعب فهنستحملها يا عم الهرمونات الستات كبر إيه ده إيه اللي انتوا بتقولوه ده إيه علاقة ده بإن أنا امرأة ليا قدرة في إن أنا أخذ القرار في إن أنا أتعين في أماكن كويسة في إن جوزي عاملني مش مجنونة أنا مش في وقت معين في الشهر ببقى ستة ألابت مجنونة لا خالص وزي ما سهير قالت هو يمكن ربنا إحنا أكرمنا إن في وقت معين بنبقى عارفينه إن إحنا مش ستيبل لكن الرجل طول وقت مش ستيبل على فكرة ربنا ما خلقهوش عنده التوقيت بتاعه يعرف إننا مش مزبط في حاجة معينة إحنا ربنا عشان ندينا شغل كتير وعلينا لود كتير فبيقولك خلي بالك إنت في الوقت ده ممكن تكون يحسب كذا وكذا اتطميني إنتي كويسة لغاية ما بتعدي وبنفضل مستمرين وياريت حتى في الوقت ده إحنا حد بيتطبط علينا أو حتى الستات متعودين يشتكوا ده إحنا لا حد بيتطبط علينا ولا إحنا بنشتكي إن إحنا عندنا هذا كم من التعب الجسدي وبنكمل شغلنا عادي فمين فينا اللي يستحق المناصب الكويسة ليه تمنعوا المناصب القيمة الكويسة لمجرد كلمة ابتدت تتكرر كثير في المجتمعنا أصل هرموناتها ممكن تلعب معاها فما تخدش القرار صح ده أنا بربي عيالي وبشوف جوزي وبطبخ وبروح البيت وبروح شغلي وكل ده وبرضه وأنا تعبانة فترة من فترات في الشهر هرام هو الستات بيبقى عندها معاناة بس المعاناة دي بتختلف من ستة لستة والحجم بتاعها بيختلف من ستة لستة ماينفعش إحنا ما بنقولش راجل وستة لازم نقول الكفاءة هي اللي بتحكم كل شيء ماينفعش أبداً يبقى المعيار عندي أصله راجل أو أصلها ستة ده مش معيار لأي حاجة خالص ده مش معيار ده معيار عشوائي ومعيار مايقولش إن فيه ناس محترفة أو ناس عايزة شغل أو ناس بتحترم أي شيء فالستات زيها زي رجالة عندها مشاكل في الهرونات الستات بتبقى عارفة إحنا محتاجين إن الستات تبقى عارفة طبيعة القلم اللي ممكن يكون عندها تتعامل معاه بتتغلب عليه أو بتعلن إن أنا تعبانة هي كمان بتكبت في نفسها إن هي تعبانة لكن ده مش معناي إن هو بيأثر على قراراتها لأنه بيأثر على مدها لأنه 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 كلام غير صحيح في إطلاقه كده لأنه مش مع كل الستات ومش بكل الدرجات لكن في الآخر هي أصبحت نكتة كبيرة سخيفة فكرة الهرمونات الستات بيتداولوها الرجالة وبعض الستات على نفسهم لساء يعني ده ما فيهوش ولا إنسانية ولا رحمة ولا ينبغي أصلاً نحن نعرف نفسنا بإن أنا ست وإنت راجل ما ينفعش أنا كفاءة وإنت كفاءة أنا عقل وإنت عقل أو أنا عقل وإنت لاعقل أو أنا عقل وإنت لاعقل أو أنا كفاءة وإنت لا كفاءة أي مكان بس ده المعيار اللي المفروض إن إحنا نتعامل على أساسه النقطة التانية والأهم من كده إحنا بقى كستات إحنا عندنا مشكلتين مهمين جداً يا جماعة إحنا كستات من كتر ما المجتمع ابتدى ياخد الموضوع لأنه تهريك ابتدين إحنا نهرج مع بعض بنفس الطريقة أصلاً هرمونات مش مظبوطة خلي بالكم أصلاً هطلع على جوز الهرمونات بتاع يعني فكرة إن إحنا ابتديني ناخد منهم نوعية السخرية سوري يعني في اللفظ الغبية اللي هم ابتدوا يطلعوها علينا فدي مهمة جداً لازم ننتبه إن إحنا لازم نوقف فكرة إن إحنا نساعدهم على نشر فكرة أصلاً في الوقت ده هرمونات بتنعب دي أول حاجة تاني نقطة والأهم إن إحنا دلوقتي محتاجين إن إحنا نقول في الوقت معين في الشهر إحنا حاسين بإيه مش هما بيتريعوا علينا مش هما عندهم مشكلة واقتناع إن إحنا في الوقت ده بنبقى شغالين مجانين لأ أنا النهاردة وقت ما بيبقى عندي مشكلة في الشهر لازم أقول يا جماعة أنا حاسة إن أنا عصبية شوية يا جماعة أنا جسمي بيوجعني يا جماعة ده في البيت مش طبعاً مش أمة لايه لالله مش حتى عندك فيه مش بشكل عام مش بشكل عام ما أصدتش بشكل عام لكن أصدت إن إحنا محتاجين نحسس الناس إن إحنا جايين على نفسنا وإن إحنا دايماً شايلين وإن إحنا وقفين رغم القلم الشديد إن جي الوقت إن إحنا نقول أنا تعبانة في الوقت ده أو أنا عايزة أخرج لاني عندي اكتئاب أو أنا هقعد الوحدي النهاردة في البيت أو أنا هنام بدري عشان أنا محتاجة أخش انا مبدري عشان اعود مع نفسي احنا محتاجين نقول للناس اللي بيتريقوا علينا ومخطرنا تحت شريحة المجانين في وقت معين من الشهر ان لأ لما ييجي الوقت ده احنا هنقول لهم احنا بنحس بايه للناس القريبين مننا لعله وعاسة يحترموا المشاعر بتاعتنا وده انا بقوله لكل ست احنا ان احنا حتى اهل البيت عندنا يبقوا عارفين ان احنا بنمر في الفترة دي باي قلق ليه لانهم تعودوا ان هما ياخدونا بعشب عشان ايه العشب مات بقى هو المزعج ان الستات كمان اذا كان رجالة بيروجوا من النوع ده من الصخرية والوصم عشان يثبتوا ان الستات ما تنفعش لما يهرجوا قيادية ولا للادارة وتفضل طول الوقت في وظائف محددة تابعة او تكملية المزعج الحقيقي ان الستات بيستخدموا النوع ده من الاتهامات ضد نفسهم بشكل مأساخر مثلا واحدة تقول ازاي تختاري الشريك عاطفي بهرموناتك او بهرموناتها وهي بتتكلم على حد تاني ازاي ناخد القرارات اللي بناخدها دي علشان عندنا هرمونات يعني وبقوا مصدقين وبيلصقوا كل افعالهم السيئة بفكرة الهرمونات يعني واحدة تبر تطاولها على صدقاتها او مفعلها انها اصلا عندي هرمونات او انها فشلت في امتحان ما انها اصلا عشان الهرمونات او انها سعيات دائم للتنكيد على الزوج اصلا ده عشان سيطرت الهرمونات بلاش نصدق لان دي مشاعر غير حقيقية وبلاش نصدق القصة دي ونصدقها فنتعامل بيها علشان او نشيرها علشان نشارك في ترند او نسعى بشكل سازج عشان اللايكات لا ما ينفعش ان احنا نساعد في استغلال حجة الهرمونات عشان نقلب الطولة ونحمي نفسنا من جرم ما ارتكبناهوش يعني ما ينفعش تسمحل اي حد ان اتعامل معاك باعتبارك مختلة عقليا او عندك علة ويستفزك باعتبارك ناقصة عقل ما ينفعش ده ولا ينفع ان احنا ناقش ده ولا ينفع ان احنا نتكلم الناس المخة كده باي عقلانية خلي ستات تبقى فهمة نفسها وفهمة طبيعة القصة دي وتعلن عن لو عندها متاعب تعلن عنها في اطار الناس المقربين منها ما تصدقش الكلمة دي يعني يعني ما تقعش تحت ضغط الفكرة دي والهرمونات عند الرجالة زي ما هي عند ستات ومن حقك الطبيعي في الحياة ان انتي يعني ما تحكبش عنك الوظائف بحجة ان دي هرمونات واعراضها بتعيقك عن اتمام تلك الاعمال ما تصدقيش الكذبة الكبيرة والنقطة السخيفة اللي بتتقال عن هرمونات المرأة الهرمونات مش واسمة وخلونا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نهاردة معانا دكتور نبيل قط وحقيقي احنا كنا برضو فتحنا هنا على الترابيزة موضوع مهم جدا على موضوع من هو الثرثار ومن هو الرغاي وانا وسهير كنا بنتكلم في ان الثرثارة لما حد بيثرثار كتير بتكلم كتير كتير على فضي عماليان في عنده جزئين يا اما عنده فاص اليمين بتعمخه في مشكلة وهو مش حاسس ان هو عنده مشكلة وان طول الوقت هو بيرغي هو مش حاسس وفي ناس عندهم النرجسية الرهيبة والشيذوفرينية الرهيبة في ان هو طول الوقت عمال يتكلم عشان يقول للناس انا بفهم انا احسن انا اقوى فقلنا طبعا تيجي نعمله موضوع ونشوف هل لو انا شخص الناس بتقول علي ان انا الثرثار هل ممكن وعندي مشكلة ممكن اصلح من المشكلة دي ممكن ابقى شخص مختلف ممكن اغير من نفسي ولو انا شخص نرجسي وممكن حوالي يغيروا مني ويلفتوا نزق يعني موضوع مهم جدا خلونا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل ننتقي مع الدكتور نبيل القط عشان يفهمنا اكتر بعد الفاصل التالي متى تكون قسرة الكلام اضطرابا نفسيا الكلام منفضة والصمتة اصبح ذهبا ذلك ما كشف عنه باحثون في جامعة اريزونا ان الاشخاص الذين يقضون وقتا اقل في المحادثات الصغيرة ويكرسون المزيد من الوقت للمحادثات الموضوعية يكونون اكثر سعادة من اي شخص اخر فهل توقعت يوما ان كثرة الكلام تتحول لشكل من اشكال الابمان؟ ذلك الاكتشاف الذي اقر بان كثرة الكلام تتحول الى عادة يدمنها البعض كما يمكن ان تكون التراب تواصل يؤدي الى اثرات في النطق مع تقرار للكلام ويصنف احيانا على انه التراب النفسي فالصمت فن لا يتقنه الا القليلون لكن هل يستطيع الشخص الثرثار فهم ذلك؟ ومتى تكون كثرة الكلام ناتجة عن التراب النفسي؟ وكيف نكتشف ذلك؟ وما طرق العلاج؟ من رجع مرة تانية مع حضراتكم ويمكن فكرة ان حد يبقى مدمن للكلام جديدة وبالذات ان احنا متعودين احنا كفي الشرق او الشرقيين بنحب نحكي ودائما بنتكسف لو قاعدين في مكان وما بنتكلمش فيه يتقال علينا ده منها تقيل لكن الدراسات بتقول ان فيه مرض اسمه انسان ثرثار او انسان مدمن ان هو يعد يرغي بلا توقف وبيقولوا ان الشخص ده لو ما كانش نارجيسي بطبعه عنده مشكلة نفسية يبقى عنده مشكلة في الجانب اليمين من المخ فخلانا نستفسر اكتر نقول هل ممكن ده يحصل؟ هل علم النفس ممكن يفهمنا اكتر ويبسطها معنا؟ هل اليوجا ممكن تخلي او تغير من سمات هذا الشخص اللي بنعتبره عنده مشكلة ولكن برضو ما زينا في مجتمعنا شايفينه بيبقى دمهم خفيف وبيسلونا في القعدة خلونا نشوف الموضوع ده مهم جدا دكتور نبيل قط اهلا وسهلا بحليك الشرطب النفسي من امين اهلا وسهلا وهي مدربة يوجا تقريدية وعلاجية انا عايزة فميني كانين تقريدية وعلاجية وبنجا تحية مرة تانية لكل مشاهدين وطبعا دكتور نبيل صاحب البيت واستاذة منا منورانا ونتعلم منها حاجات كتيرة جدا في فكرة اليوجا ازاي تخلصنا من مشكلة زي انجاز التعبير ادمان الكلام دكتور نبيل فكرة ايه سمات الشخصية اللي يبقى عندها الاضطراب ده او المشكلة دي امعرفش حاجة تصنفه ايه لان الاحساس ان الشخصيات دي كأنها بتدخن الكلام والي هو كلام في الهواء او كلام يعمل كوارث فيبقى ضار جدا بالصحة ويسبب الازعاج ايه المصابة؟ انا اولا انا عايزة اشكركم على انكم فتحتوا الموضوع ده لان انا ما خدتش بالي انه ممكن يكون مشكلة الا مع المرضى النفسيين في بعض المرضى النفسيين الكلام احيانا بيبقى فيه اضطراب في الكلام حتى كنا بنزميه اضطراب الكلام فما كنتش منتبه انه ممكن يكون في ناس عادية احنا بنعيش معهم انا كنت شخصيا بعاني احيانا من بعض الناس بقول انا انا بشتغل شغلانتي فيها الانصاط الانصاط انا انا شغلانتي متضرب على الانصاط فهؤلاء الناس كانوا بيستلموا اداني وما كنتش ببقى عارف اتصرف معهم وما كنتش باخد بيلي انه ده ازمة بس لما تفتح الموضوع اعدت اراجع نفسي واراجع تاريخ علاقاتي واراجع اللي حولي واكتشفت انه فعلا دي مشكلة حيانا بتكون مشكلة نفسية وحيانا بتكون مشكلة اجتماعية هنتكلم فيها بالتفصيل بس نرجع الاول لسؤال حضرتك اللي هو ايه السمات السمات العامة للناس اللي عندها لو هنقول ادمان الكلام لو افترضنا انه ادمان الكلام او فرط الكلام هنقول واحد فرط الكلام فرط الكلام يعني ايه يعني الكلام كمية كبيرة في وقت قصير يعني هو شخص لو اديتيله ربع ساعة هيتكلم اللي انت بتتكلميه فيه نص ساعة او في ساعة اللي ربع فاحنا بيتكلم على شخص بيتكلم حجم الكلام بتاعه اكبر مقارنة بالوقت اتنين بنقول الكلام المضغوط زي ما انت بتوصيف الكلام مدخن يعني الكلام المضغوط زي الحلة المقفولة وبتغلي من تحت اولو بتشيريها بيطلع بخار الناس اللي عندهم فرط الكلام بيبقى كلامهم عامل زي ما يكون بخار بيطلع بتتلع بتتلع سريع جدا ومتلاحق وما تقدريش انك انت تتتبعيه او ما تنتبهيش لي هتلاقي نفسك بتسراحي هتلاقي نفسك ما تشواخد بالك هتلاقي نفسك بتروحي وتيجي معايا فهو سريع الحاجة التالتة انه احيان كتيرة يبقى غير مترابط بيتكلم من الشرق او من الغرب وبيتكلم في كل حاجة وبيتكلم لو قلت له على مدينة معين لك اه انا زرت المدينة اه انا بعرف واحد من المدينة اه انا مش عايف كذا فبيبقى بيسميه disorganized او غير مترابط حبنتكلم على الضغط بنتكلم على المضغوط على الفرط على التطاير انه هو غير مترابط اخر حاجة القهري يعني ايه القهري يعني الشخص نفسه مش عارف يبطل كلام تقوله يا اخي انا عايز اقول رأيه يقولك طيب ماشي بس لما خلص طب يا سيدي انت مدتنيش فرصة اقوله اقوله طب اقوله وبعدين هو يكمل وبعدين هو يكمل فاسمه القهري الكلام القهري فاحنا عندنا الكلام المفرط الكلام المضغوط الكلام الغير مترابط والكلام القهري لو الشخص عنده هذه السمات الاربعة يبقى عنده مشكلة في كثرة الكلام او ادمان الكلام هل هذا الشخص بيبقى حاسس يعني هل اللي احنا بنقول عليه انه هو عنده مشكلة بيبقى حاسس انه عنده مشكلة الراغي بعض الناس بيبقى حاسين وبعض الناس بيبقى واخدين بالهم على حسب نوع بقى المشكلة اللي موجودة يعني الشخص النرجيسي مثلا مش هيبه واخد باله لكن بعض الناس اللي حواليهم كلموهم بشكل مباشر ممكن واخد باله بس برضو مش عارف يعمل حاجة منا انت جربت تتعاملي مع شخصيات كده اه اتعاملت صبعا مع ناس كده يعني انا عايز اعرف ايه علاقة اليوجا باللي احنا ممكن نتكون بنتكلم فيه فانت هتفاهميني اكتر بصراحة هو بالنسبة لليوجا الموضوع بيوسل عدم التزان او عدم التزان ما بين الفصل اليمين والشمال من العقل عامة وفيه تقنيات او يعني تدريبات لليوجا بتعمل توازن ما بين الاتنين بحيث ان احنا نقدر نوصل لمحالة السكون او الهدوء او ان الواحد يقعد يكون بس مجرد جلوسه ان هو مبسوط مع نفسه يعني عايز اتقوليلي ان ممكن بتدريبات يوجا ممكن البنى ادم اللي بيرغي يبقى اقل رغي اه طبعا اليوجا بتعمليه عشان تزبط التوازن بين الفصل الايمن والفصل الايسر اللي هم بيبقى فصل الايمن فيهم مسؤول عن الاضطراب ده وطبعا فيه تدريبات كتير ما بين تدريبات الجسم والنفس والمعنفولنس او الوعي والميداتيشن بس انا هتكلم على احد التدريبات الخاصة بالنفس احنا بتنفس طول الوقت من الفتحة اليمين والفتحة الشمال بالتبادل فيه جزء من اليوم الفصل الشمال شغال اكتر جزء من اليوم الفصل الشمال شغال اكتر حوالي كل 40 دقيقة لو حطنا قدنا كده هنلاقي إن فيه نفس بيطلع بشكل أكبر من الفتحة اليمين أو الشمال وبيبدل زي مولت الحضرة فتحة الأنف يعني فتحة الأنف فده بيؤثر على سلوكنا إحنا بنتكلم أكتر ولا إحنا عندنا مثلا تخيلات أكتر ولا إحنا وقعين أكتر عندنا إموشنز أكتر مشاعر أكتر ولا بنحسابها طبعا وحد يتفرج علينا وعايز يعني يعمل التمهين ده مع نفسه عشان يعرف يعمل تقييم لنفسه إزاي يعني قولنا هو التمرين ده بيعمل توازن ما بين الاتنين أيوة أنا أعرف إزاي يعني أعرف إزاي التمرين أيوة يعني أعمل إيه كل 40 دقيقة أعمل إيه وحسب إيه وقت بيه لا هو ده طبيعة الإنسان عمتان يعني إحنا كلنا كل 40 دقيقة وطبيعة الحال بيبقى النفس أكتر من فتحة مفتحتين ده حاجة ربنا خلقناها كده عشان نقدر نخلي الاتنين متوازنين مع بعض نخلق حلم التوازن ما بين المشاعر أو الكلام الكتير وما بين العقلانية والكلام المتوسط أو المزبوط فهنعمل إيه بيقى في تمرين للنفس اسمه نادي تشودي إحنا بناخد نفس من الفتحة الشمالية الأول بعدما نخرج النفس من الفتحة اليمين بناخد نفس من الفتحة اليمين وبنخرج بالنفس من الفتحة الشمالية يعني اللي هو بنعمل كده وناخد النفس ونكتم بعدين نطلاب نحن بيش نكتم النفس عادي بناخد in and out in and out بس والله يا بصي أنا مش قادرة ناقش منها أنا يعني أنا بعزي منها جدا اعرفوش بسهل عزة وعرف إن هي فهمة كويس في شغلها وهي متعلمة كويس فأنا لكن أنا ما عنديش فكرة عن اللي هي بتقول الحقيقة ما درستوش بس أنا لو هقدر أجاوب شوية السؤال اللي أنت سألتين منها إزاي اليوجا متأثر أو الماينفولنس أو الوعي الآني بيأثر على مسألة الكلام اليوجا والوعي الآني بترجع الإنسان للأحاسيس للأحاسيس الجسدية بالذات يعني هي الأحاسيس الجسدية الأحاسيس أصل الحسية يعني هي الأحاسيس الحسية والجسدية يعني هي اليوجا ستريتشينج تمدد فإحنا بنحس بجسمنا بنركز مع جسمنا بنركز مع مفاصلنا بنركز مع الأصوات اللي حوالينا بنركز مع أصوات جسدنا نفسها الأصوات الداخلية والأصوات الخارجية كل التركيز ده بيدرب مخنا على لأن يكون مستقبلا لأن يكون مرسلا احنا عندنا مخنا فيه ارسال اللي هو الكلام والاستقبال اللي هو الانصاط او اللي هو الحس بشكل عام سواء كان انصاط او رؤية او كذا اليوجة او الوعي الاني بيدربنا اكتر على الانصاط على الاستقبال ان نكون مستقبلين لان نكون مرسلين هذه الملكة في ناس بتبقى متدهورة عندهم فبيتكلموا كتير او بسبب التوتر او بسبب القلق او اي اعوامل اخرى لما بنتضرب التدريب ده بتزود عندها القدرة ايه ايه ازاي اليوجة تعلمنا ان احنا ان بعدنا زيادة الوعي فما يحصلش مشكلة الاضطراب بتاعت الكلام طب انا قلتلك ما انا بقول انه انا في اليوجة ايه 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 تدريبات اليوجة بقى بتعمل ايه عشان نوصل للنتيجة دي زي ما دكتور نبيل قال المايندفولنس اول حاجة لازم الشخص يكون عنده ادراك انه عنده مشكلة ده بيحصل لما بيلاقي العلاقات اللي حواليه بدأت ان هي تتدهور سواء في الشغل سواء في البيت حاسس ان هو علاقته مش قوية بالحوالي ايه ايه انا لازم اوصل لمشكلة ان انا بقى في مشكلة عشان انتبه لازم يكون فيه حالة من الانتباه وغالبا بتحصل لما يبقى فيه مشكلة طب انا العاية ساكسول هو اليوجة ممكن تنفع مع كل الناس اه اي حد يقدر يمارس اليوجة طب فيه شخصيات بتبقى مستعدية نفسيا لاستقبال اليوجة فيه شخصيات يعني انا من الشخصيات مثلا وده دايما بست و builds pornography اتقل من اليوجة ده طبيعيا نفسيا ولا انا عندي مشكلة بقى بتكلم جدا هو لازم استعداد اليوجا يعني الواحد يبقى عايز كانت برواقع انется تملي باليوجة جدا اشرح لي ليه الواحد لازم يكون عنده استعداد وبعددين فيه انواع مختلفة من اليوجة يعني مثلا ممكن يكون حد بدأ بالMeditation على طول Gray Нطع سبع خطوات وده خلع تامنة لازم يكون فيه تجهيز في الأول الجسم وفيه تجهيز للنفس وفيه artificial consciousness وبعدين فيه ميديتيشن وفيه تركيز يعني اليوجا همتى نتقل دي او زي ما خلقكم تتسألي هي تدريبات تجهزية للميديتيشن ما بنبتش مرة واحدة ليه توقعت ان انا ممكن انكون من الشخصات عشان انت اكتر مرسلة بتتكلمي بتعبري معبرة عن نفسك اكتر مش محتاجة ميديتيشن لا انت محتاجة ميديتيشن طبعا ليه مش عارفة اتأقلم على اليوجا محتاجة زي ما منها بتقول محتاجة تدريب محتاجة تدريج مراحل مراحل مرحلة ورا مرحل غيرت لما توصل للمنطقة ديت فهي يعني بتاخد وقت نفس الوقت ده ياخدو الشخص اللي بيبقى محتاج انا بقول ان الراغي جاي من فكرة ان المخ بشتغل دابل صحة ولا انا غلطانا البناء ده اللي بيرغي بيبقى عنده افكار كتير جدا فعمال يطلحها فبيطلحها كتير 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 هل في طريقة في ان انا ارجع اساست من المخ تاني عارف انت لما ترجلش المخ ترجع يمشي سيستماتيك عادي جزء من الموضوع اليوجا والمينفولنس ده عظيم جدا جدا وجزء من الموضوع ان احنا نعالج المشكلة يعني مثلا دلوقتي حما نيجي نقول الكلام ادمان الكلام او الكلام المفرط بيجي مع مين اما طبيعة الشخصية الشخصيات النرجسية زي ما كنا بنقول او الشخصيات اللي هما الوسواسيين الوسواسيين يعني الاشخاص اللي هما عندهم سلوك قهري انا عايز اسألك عن كل واحد ليه انت محدد النرجسي والوسواسي ما انا هقولك اللوات نرجسي والوسواسي والمنطلقين اجتماعين اوكي اللي هما المنفتحين اجتماعين النرجسي اللي انه بيشوفش غير نفسه فانت قعدة قدامه هو مستلم ودانك ومش شايفك هو لا يراكي هو لا يرا إلا اللي جواه دماغه وهو عايز يكسب الانتباه طول وقت هو لا يتوقف أنه مش شايف غير اللي هو دماغه هو مش شايفك فأنت عملت التوبي وسرحانة وما بتهزدش راسك وبصي من ناحية التانية هو مش شايف كل الكلام ده فده شخص لا يرى إلا ذاته الوسواسي عنده أزمة كبيرة جدا أنه ما الرعوب من أنه يفقد شيء ما قالوش من كتر ما هو بيرفكشناست من كتر ما هو كمالي خايف ينسى خايف ينسى فيعود يحكي لك الحكاية من أول لحظة غير تأخذ اللحظة فلو أتعطيه هيبتدي من أول تاني ولو قلت له أنا تهتم في التفاصيل هيزود التفاصيل فده أزمة التالت هو الشخص الاجتماعي لو هو ما بيقدرش يعود لوحده فيه أشخاص يعانون من الوحدة عندهم الخوف من الوحدة الرعب من الوحدة فالناس دول ما بيقدرش يعود لوحد لا يستطيع أن يتحمل الصمت لا يستطيع أن يحمل أن يكون وحيد فما بيسدق يلاقي حد ويقعد يستلمني ما هو دي الشخصيات بعد كده عندنا الناس اللي عندهم قلق الشخص القلق هو شخص بيتكلم كتير بس بيتكلم كتير في الموضوع اللي قلقه يعني قوليلي أن أنا معيتش قوليلي أن أنا ما عنديش حاجة قوليلي بجد بجد وأنا ما حصل ليش حاجة أنا مش عيانة أنا ما حصل ليش حاجة ده شخص دي واحدة عندها قلق المرض قلق أنه هي تبقى مريضة وفي ناس عندهم مشكلة في أنهم ومهم بيتكلموا يعودوا يحكوا حكايات ملاش أي لازمة وأنا رحت للقفر وسبقت شعلي وترى وحش وبعدين بعد كده ابني كلمني فردت عليه مش أنا رحت تتغديت شخصية بقى أسميها تبع التأسيم اللي احنا بنقول يا إما أنها ممكن تكون وسواسية وبالتالي هي كمالية ما بتعفش شوفي كده هي بتتصرف إزاي أو مرجسية أو أو القلق أو القلق فيه كمان الناس اللي عندهم ابتراب لانتباه وفرط الحركة زي إزيزي في مسلسل خلي بالك من إزيزي فكدش يبطل كلام ده ما بيعرفش يوقف كلام وده عنده زي فرط الحركة في فرط الكلام فهو عنده فرط الكلام طب إيه في النوعيات دي سهل علاجهم إيه صعب علاجهم والعلاج بيبقى علاج سلوكي ولا ممكن عايزة نقسمهم لك آه يدخل لي حاجاتهم القلق هو أسهل واحد القلق هو أكتر واحد ينفع يتعالج وأكتر واحد يستجيب للشغل اللي منك بتتكلم عليه لأنه هو بيعاني الحقيقة يعني الناس المنفتحين اجتماعيا هو بيتكلمه كتير لو إحنا نبهناهم ولو حد نبههم وقالهم أنتو بتخسروا الناس كده هو يحب إن الناس تكون معاه فهو هيتدرب برضو وهينجح في الحكاية دي يليه الناس اللي هما عندهم فرط انتباه لأنه هما برضو هيبقوا معايزين يبقوا كويسين وممكن يبزلوا مجهود وبالمناسبة الوعي الآن واليوجا من ضمن الأدوات العلاج للفرط للتراب انتباه فرط الحركة وإيه طبعا يلنرجيسي آخر واحد يعني ربنا معاه اللي هو أصعب حاجة اللي هو أصعب حاجة طب منها أنا جيت لك وقلت لك إن أنا عندي المشكلة دي آآ الأيا ما كنت أنا بقى في أي تصنيف من الدكتور نبيل قالهم بس في الآخر أنا قدامك عند المشكلة دي خلاص أدركت ومعترفة وعند المشكلة دي إيه الخطوات اللي أنت هتعمليها معايا علشان آآ أو طبعا مع أحد عنده المشكلة إن إحنا بنقول الدم أجازا يعني علشان يرجع يبقى طبيعي هي إحنا رعا عادي معنا الساشن هنتمرن هنعمل تمرنيت أيوة تمرن إزاي وتمرن إيه تدريبات اليوغا اللي هي اليوغا أصنا مثلا دي تدريبات اللي الدكتور نبيل كان بيتكلم عليها إن إحنا بنركز محركة الجسم مع أحساسنا بالجسم كل ده بيرد يعني بيخلي العقل يكون منتبه للجسم وللنفس فده شوية بيبقى تمرين للعقل كمان يعني بشكلة غير مباشر بنقدر نحنا نهدي عقلنا شوية اللي هي السرعة الموجودة في العقل تبدأ إن هي تهدى تاني حاجة بنشتغل على تمرين النفس زي التمارين اللي إحنا قلنا عنه بتعرف بنا إن التمرين النفس دي من أصعب التمارينات إحنا بنقولها كده لكن أنا لما خدنا يعني اليوغا عشان تعلمك اكتشفنا إن إحنا عشان ننظم من البطن كده دي بتاخده طويل جدا عشان واحد يأقلم نفسه ويركز إنو يتنفي الصحة يعني دايما اليوغا يقولك إيه التمارين النفس صحبة جدا هي مش صعبة هو كل حاجة بتيجي بالتمارين يعني إزاي تركزي هي كتيرة جدا كتير يعني شحلنا إدينا أمثلة أو عادة مثال في الأول اللي هو التمرين من الفاتحة الليين والشميل ده مش بيحتاج أي حاجة عمله كم مرة في اليوم والمدة قدية يعني ممكن مثلا في المرة الواحدة تسع مرات يعني ناخد نفس شمال نخرج نفس سيمين نخرج نفس سيمين نخرج نفس شمال دي مرة واحدة نكرر تسع وممكن نكرر أربع مرات يعني مع الصبح مع الغداء عشان في الوقت ده يعني بالليل هو بيقاول كمال لو حد عنده مشكلة في الجويب الأنفية التمرين ده بيقاول أو بيقل الانتهاب للأنفية وبيفتح عمتن الأنفية يعني إحنا عندنا باردة عندنا أصدقاء أي حد ممكن يعمل التمرين ده مالوش موانى باة التمرين في حاجات ليها موانى كل حاجة وليها حاجة مش أي حد يقدر يمارس كل التمرين طب تابرسن طب دكتور نبيل لو الأم لحظت إن ابنها كل الولاد الزغيرين بيكلموا كتير بيكلموا كتير عشان ده سنه إزاي؟ هما يكون شديد الإزعاج هما الناس تشتكي منه ممكن أخذ على إنه يدلع لا إزاي المدارس تشتكي منه والوقت مش مدي فرصة لزميله إن هم يجاوبوا على الأسئلة أي سؤال بيضطرح بيروح طالع على طول ويقعد يزعج أنا أستاذ أنا أستاذ ويقعد روح مجاوب طبعا فبيشتكوا منه الصحابه بيشتكوا منه إخواته بيشتكوا منه أنت نفسك ما تشعرف تتكلم لأنه يقاطعك طوالوقت فده ده ده حاجات واضحة ما ينفعش إن إحنا نبقى قاعدين بقى خايفين الأصولات بيتكلم كتير لأ شكوى فيه شكوى محددة من الطفل يبقى فيه مشكلة ده رجحها إنما الشخص الكبير لما يجيش تكل أنا مش عارف هوقف كلام الناس بتزهق مني أنا مش بعرف هوقف دماغي عن الكلام يبقى هنا هو محتاج شغل محتاج مساعدة طب الطفل ده حريك تعالجه زيك؟ على حسب هيتشخص على حسب التشخيص أغلب الأطفال دول بيكونوا التراب انتباه أغلبهم فارد حركة بس ممكن يكون قلق ممكن يكون حاجة اسمها كوندكت يعني التراب مسلك التراب مسلك يعني طفلة للأدب فده فإحنا على حسب التشخيص بتاعه هنشخصه والتشخيص هيدينا من الألاج طيب الناس الكبار في السن مش الكبار اللي هو عدينا مرحلة التفولة وبإنا الشباب والنور ده الناس الكبار في السن في شكوى دائمة هم ما بيحسوش بي إن هم بيقرروا نفس الكلام ونفس الحكايات بنفس التون بنفس المدة بنفس الحكايات ممكن يكونوا هل هم ما بيفتكروش يعني ما عندهمش خالص إحساس في ناس ممكن عندهم وفي ناس بينسوا أغلبوا بيبوا فاكرين وفي ناس بينسوا طبعا ايوة ده إيه اللي هو بحكي لك الحكاية دي شليون مرة والله أعتقد يا سوهير إن هم غلب لأن هم بيكونوا فقدوا كتير جدا من اهتماماتهم وانشغلاتهم يعني ده جذب انت بيه؟ أه طبعا لأنه هو بيملؤ وجودهم وجودهم بقى فقير ومحدود ولما فيش شغل ما حدش بيأخذ رأيهم في حاجات كتير فالكلام والحكي المتكرر هو محاولة لأنه موجود أنا شخص موجود وانا استحق وانا ليه دور فأعتقد انه الحكاية وطبعا هو بيعيده نفس الحاجات علشان الزاكرة كمان الزاكرة باقي ضعيفة فنفس الحكايات اللي هي القديمة السبتة المتسجلة بقوة هي اللي بتطلع كل شوية طب اليوجا ممكن تعمل الزاكرة يعني تنعش الزاكرة ما تخليش يبقى فيه يتخاء كده في العضلات اللي هي مسؤولة عن أن أنا أفتكر في عيد تاني الحكاية آه طبعا الميديتيشن بيأثر جامد على الزاكرة وفي نفس الوقت برضو الناس اللي هي بتبقى كبيرة في السنة محتاجة حد يتكلم معيها وأنه هو يعمل لها إنجيجمنت معي في الكلام أنت لو غيرت انتباههم لحاجات تانية أحداث يومية حاجة موجودة حوالي بتغير كل الحاجات اللي هي أوليتي سبتة في دماغه بتبدأ أن أنت توسع فلازم الناس اللي حواليتي بقى ليها دور مننا أنت يوجا تقديدية وع علاجية اليوجا تاني تعالج إيه تاني من تجاربك الأمراض اللي هي النفس الجسدية أكتر بمعنى يعني مثلا الاسترس التوتر الألأ الاكتئاب ألام المفاصل الأوجاع المزمنة الألام المزمنة ليه؟ اللي هي بتعمل ليه؟ أي أول حاجة طبعا يعني المستوى الجسدي بتقوّل عضلات شوية فبتقلل الألم بتزود الفلكسبيليتي بتزود تضافه كدام وفي نفس الوقت بتخلي الشخص إن هو يقدر يتحمل أكتر يعني لو مثلا فيه ألم لفترة معنى زي ما يتحمله لحد ما يخف أو لحد ما يتحسن فبتبقى فيه جزء النفسي والجزء جسدي اليوجا بتعمل حاجة اسمها ستريتشنج ستريتشنج يعني تمديل العضلات والأوطار الستريتشنج ده هو نوع من إحداث ألم في العضلات والأوطار فأنت بتعالجي الألم بالألم إزاي؟ عارفة لما نموسة تيجي تغرسك أنت بتعمل إيه؟ بتغرشي الهرش ده إحداث للألم مكان الألم بتاع النموسة فيقوم الألم اللي أنت عملتيه يغطي على ألم النموسة جوه المخ بيروح ماشي الألم النموسة ماشي في الغصب لغاية لما وصل وعمل الوجع فأنت بتروحي عملة كده تروحي عملة وجع تاني يغبس واجع محبب اليوجا بتعمل نفس الحكاية أنت بتعمل ستريتشنج أو التمدد الستريتشنج ده بيفرز حاجة اسمها الأفيونات الداخلية جوه المخ هذه الأفيونات الداخلية بتعمل راحة بتواجه التوتر وبتواجه الألم لأن هي بتقاوم الألم فأنت بعد تابرين اليوجا أنت بتحس أن أوجاع المفاصل بتاعتك تحسنت ليه تحسنت لأنه أفرزتي مواد داخلية اشتغلت على بس المواد دي بتاخد وقته وتروح ما أنت بتعمل يوجا تاني يوجا تاني عكس الكلام الصمت هل الصمت ده يقول أن فيه مشكلة نفسية؟ لو حد هو بتكلمش طبعا لو حد هو بتكلمش شخص بارد بارد يعني مش فارق معا ساكت ما بيتفاعلش للصمت تسأليه السؤال يرد عليك بكلمة واحدة أو يرد عليك بكلمتين أو يز راسه تقوله إيه كمان فيقولك خلص هو ده وخلص الموضوع طبعا فيه مشكلة الناس المتوحدين وتستك عندهم مشكلة في الفدقة ما بيتكلموش أو بيتكلموا كلمات محدودة جدا الأشخاص الانطوائيين جدا عندهم نفس المشكلة الناس المكتئبين عندهم نفس المشكلة فطبعا ممكن بيعكس الكلام المفرد فيه صمت المفرد أو ندرة الكلام أو فقر أحيانا بن ساميه فقر الكلام فقر الكلام يعني شخص ما بيتكلمش أنا ممكن أغير لو بنت ارتبطت برجل أو بولد أو بزوج عنده فقر كهير مديد فوق المصيب والله بيتكلم بجد بشوفك كتير طبعا أنا ينفع خياره يعني ممكن خليه يرغي طب مش عايزة يرغي يتكلم يبقى طبيعي بيتحسن لا 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 بيتحسن بيتحسن لما يعرف أنه عدم كلامه ده مزعج لزوجته بيبذل مجهود شوية بيتحسن شوية بدل ما يقول كلمة يقول جملة بيتحسن شوية كلام لكن مش هيبقى عادي لو نفس فيه ستات يجاوزوا الرجل الثرثار ده المشكلة الثرثار وممكن يبقى فيه جزء انرجسي التعامل معايا إن أنا أجري وافضل أرغي معايا ولو أنا سكت أو لو كبسته هتطلع لو جريته هتتعب لا تقوله تقوله أنا مش قادرة تكلم هيقوله أنت كئين لا تقوله أنا عايز أقول رأيي تقوله أنت بتتكلم أكتر من اللي أنا محتاجاه تقوله برقة برقة بحنان لا 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 أما تقوله بشكل فيه فيه زوجة هتقوله أنت فيه فكاهة وفيه لطف وفيه ود مش هتقوله أب الضبط فيه ود فيه وذ ايه هو ادوني لطف ادوني لطف ادوني لمساء حبيب قلبي اديني فرصة مكلمون هنا شوي حبيب قلبي cz not to say لا لا تبسك له الساعة تبسك له الساعة وتقوله انت ادى لك لطف ساعة أنا عايز أقول حاجة يعنيه حبيب قلبي انت بقى لك لطف ساعة قلبي ادوني لGood عايز أقول حاجة اديني فرصة أقول حاجة أيها بس بهدوق ولطافة وبابتسامة طيب فيه ناس بتقول فاكر آخر مرة لما ديت فرصة أنا أتكلم فاكر آخر مرة لما أتكلمت ما وحشكش سوتي ما وحشكش أنك نسمع رأيك طيب فيه ناس بتقول أن الصرصرة دليل على الزكاة وناس تانية بتقول بالعكس الكلام الكتير بيقل القدرات الإبداعية بيقلل حاجات كتيرة جدا لأن أنت ما بتفكرش قبل ما بتتكلم فبتبقى فرصك أقل ويبقى إبداعك أقل وبتقول أي كلام من غير حكمة وترون وأنا أظن أنه الكلام الكتير هو دليل على الزكاة يعني هو بمعنى أنه المهارات اللغوية عند هذا الشخص عالية لكن لو بقيت الحاجات في مكانها يعني لو عنده زكاة وجداني فبيقدر يلقط الشخص اللي قدره معاه ولا مش معاه ويقدر يلقط إمتى يسكت وإمتى يتكلم وإمتى يسأل وإمتى كذا ده واحد اتنين لو هو عنده قدرة على السيطرة على الكلام بتاعه أنه هو مش قاعد يتكلم في الفضل والمليان لأنه أغلب الناس اللي بالشكل ده بيتكلموا في الفضل والمليان وبيجيبوا من الشرق والغرب وبيتكلموا كلام بره سياق مالوش أي معنى فلو هو عنده مستويات الزكاة بتاعته واسعة يبقى ده دليل على الزكاة لكن لو ما عندهش هيبقى دليل على الغباء أيها لا ما احنا بنتكلم على اللي ما عندهش طبعا لا يتوقف ولا يرى ولا يمتابع ده مالوش علاقة بالزكاة طبعا مالوش علاقة بالزكاة دكتور مبيل أوقات كثير جدا يقولوا إيه استدتات أكتر راغيين أكتر من الرجال هل دي حقيقة؟ حقيقة حقيقة علمية حقيقة علمية طبعا لو إحنا رأي ابنا البنات والولاد لو ولده بنتة ولده توقم غير متماسل طبعا هتقل البنت بتتكلم بدري وبتتكلم أكتر وبتستخدم مصطلحات لغوية أكتر وتركيبات لغوية أسرع من الولد ليه بقى؟ لأنه البنات طبعا فيه تفسيرات مختلفة بس من ضمنها مثلا أنه الأجزاء الخاصة باللغة عند البنات أكبر وأكتر منها عند البنات أكبر منها عند الولاد ده من ناحية المخ من ناحية التطورية الزمان كانوا الستات بيعودوا في البيوت يزرعوا ويربوا العيال يربوا طيور ويتكلموا مع بعض الرجالة كبيروحوا يصطادوا اللي رايحين يصطادوا ماينفعش يتكلموا عشان الحالات ما تسمعهمش فكانوا بيسكتوا أو رايحين يحربوا فبرضو رايحين يسكتوا أو بيصرخوا يعني بيصرخوا على بعض فالمهارات اللغوية اتكونت بدري جدا عند الستات أكتر ما تكونت عند الرجال عند الرجال بطبيعة الحياة والمخ بالضبط ده مازال موجود حتى الآن انه تلاقي البنات بيتكلموا أكتر ده طبيعي جدا وهم منه وهم أطفال صغيرانات لهم بيتكلموا بدري وأسرع وأكتر مهارات اللغوية عند البنات أكتر لو حد عنده مشكلة الكلام بيبقى بكى الرجال أكتر من الستات ممكن من الستات على أساس انه قليل كلام ولا كثير كلام لما بيكون كثير كلام عادة الرجالة بيبقوا أكتر وهم ما بينستوش للستات أصلا ممكن عشان هم بيكونوا أكتر إزعاجا عشان هم بيصدقوا نفسهم أكتر ممكن يعني هم الاتنين بيكونوا مزعاجين لكن الست بطبيعتها خجولة مترددة بتاخدوا يعني حساسة لكن الراجل لما بيتكلم كتير بيخش كده بصدره يعني إن إحنا بنتعامل مع موضوع الرغي ده بشقين غريبين جدا الراجل الرغاي يقل من قيمته والست الرغاية تزيد من جاذبيتها على حسب على حسب يعني لما الرجل يقولك إيه لو إحنا كستات الرجل ده رغاي قوي لا 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 ده مش ماسك نفسه يعني مش 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 تقيل كده لكن الرجل تاني الرجال لما بيبوصل استاته لأول رغاي ده ما خفيف بتعمل جو للقاعدة ليه ليه اللي ازدواجية في نفس المشكلة يعني هما هي إنت اعترفنا إنها مشكلة مش عايفة الله يا ازدواجية يعني ازدواجية ممكن عشان الناس بت لا هو الست بتبقى مزعجة والراجل بيبقى مزعج بتهيلي كده لو إحنا بعيسة بخفة الدم حيبقى برضي هو خفيف الدم حجم الكلام على حسب المرض يعني على حسب الاضطراب اللي موجود ولا إيما يا أستاذة أو على حسب الوقت يعني ممكن مرة قاعدة لكن المضالة مستمر وفعلا راغي طويل سواء هنا أو هنا بقى صعب إن الواحد يعني يكوب أب معي أيو أو يبقى في مشكلة سواء هي راجل هو راجل أو هي ست طبعا طبعا مشكلة صعبة جدا أنا أم بعاني من المشكلة دي مثلا كواس؟ فأنا أعمل إيه؟ لو أنا ابني ولا بنتي تكلم كتير أو على العكس صامت أنا أعمل إيه؟ لو بيتكلم كتير الموضوع هيبقى سهلة الحقيقة صامت هو الموضوع صعب شوية فعلا لو بيتكلم كتير هعلمه إزاي يسمع إزاي بيعلم؟ هطلق منه ده هقوله اسمع قبل ما تتكلم لم يسمع هقوله عدي من واحد لعشرة قبل ما ترد هقوله خد أربع أنفاس قبل ما ترد هقوله فكر في الكلام فكر في الكلام ولخصه قبل ما ترد يعني مثلا أنا تكلمت هو عايز يرد هقوله الأول قل لي أنا قلت إيه؟ فأنا بدربه تدريبات دي تدريبات الأول بنلخص وده تدريبات حتى للناس اللي بيتكلموا كتير يا فلان قبل ما ترد عليك شخص اللي بيتكلمك لخص اللي هو ألهولك أنا بقولك إن أنا جيت اتأخرت في الطريق علشان الشارع اللي جاي منه كان مقفول ولفت وروحت من شارع تاني والتاكسي عطل ونزلت خد تاكسي تاني إلى آخره مطلوب يعني إنت أتأخرت علشان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعدين أبتدأ الرد ده واحد إذن بنلخص اتنين بنعد من واحد لعشر أبما نرد تلاتة بنحس بالشخص محتاج إيه؟ تحديداً محتاج إن أنا أرد عليه في إيه؟ أرد عليه في سؤال فيه سؤال وهسألهولي ولا أنا عايز أتواصل وخلاص ولا أنا عايز أحكي وخلاص محتاج إن أنا كمان أفكر مصدر الكلام إيه فلو طفل أنا هدربه وهعلمه وهيبقى سهل لو طفل بيتكلم كتير مش هيبقى صعبك كبير هو اللي صعب طيب بمناسبة الكبير وإحنا بنتنعش أنا ومفيدة في القصة دي لما تكلمنا فيها واحد صاحبتي كلمتني قالتلي إن جزعة عنده المشكلة دي تكلم كتير كويس؟ فهي لما بتيجي تقوله أنا عايزك تسمعني مثلاً من فضلك اسمعني تمام؟ بيسمعها بإنصات شديد كويس؟ وبيصمت تماماً وفي يدوء بيسمعه وبتخلص اللي هي قالته كويس؟ بيرد بحاجة تانية خالص وكأنها لم تقول شيء ما هو بكانش سمح هو كان بيحضر جوه نفسه لا منصت وكل حاجة بقول إن بقى لها عشر سنين في نفس المأزق هو بيقول نفس الكلام نفس الاتهمات نفس كل حاجة وهي بتقول نفس كل الحاجات وكانها لم تقول شيء فهو في ناس كده؟ في ناس كده أهو إيه دول بقى؟ وهي بتتكلم هو ما بيكونش سماحها هو بيكون بيقول أنا هرد عليها أقولها إيه؟ بس أنا رأيي إن الستة ديت تقولي الجزهة بعد ما تخلص كلام أنا عايزة أسمع منك إن أنا قلت إيه؟ بيقول لها بيقول لها أيوة نا مش امتحان أنا عايزة أطمن إنك سمعتني أنا نهاردة لما أقولي بقى كده أقولي أيوة ده مش امتحان أنا عايزة أطمن إنك سمعتني إنك عرفت واجهة أكون قلت حاجة غلط كون فيه إهمتني غلط أكون أنا ما عاردش أوصل نفسي بيقول لها بيقول لها ده بقول لك عشر سنين يا ستي ما أنا فاهم هي بتحاول تقنعه بوجهة نظرها بس هو مش مقتنع ومقتنع بوجهة نظره أيوة وبيتكرر نفسي أيوة عشان هو مقتنع بوجهة نظره بيقول لش علاقة بالكلام المفرط بل إيه علاقة بإن كل حد فيهم في موقعه متمسك بموقعه ده مشكلة تانية مشكلة تقريب وجهة النظر لك يا حبد اتكلم هنا على فكرة إنه حدي بيتكلم كتير هو بيسمعش التاني وهنا بيسمعها بس بيقول لها انت حمارة أيوة هو متصلب وكأنه لم يسمعها هو بيقول نفس الاتهما اسم الكلام تاني كلا كم 200 مرة عشان مش مقتنع بكلامه عشان هو مش مقتنع بكلامه لو اقتنع بكلامها هيتغير أيوة معقولة حد يفضل يقولي كل الاتهماس ومن غير ما treating كل التبريرات بتقوله برضو اتهمات يا simultaneously لا هي بتدافع عن نفسها اتشال صحبتك لا 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 بتدفع عن نفسه يعني هي ما عرفش بس أنا بقولك ده غير الكلام المفرط هو شخص لا يستطيع أن يتوقف عن الكلام ولا يستطيع أن يسمع الآخر ليه لأنه مشغول طول الوقت هيقول إيه ولا يستطيع أن يعطي ودنه للآخر ما بيسمعش إلا صوت دماغه هي دي مشكلة دي مشكلة ضخمة فيعني ده موضوع تاني غير إن أنا أقولك لا أنت غلطانة يا ريت يسمع أقولها أنت غلطانة يبقى فيه حوار رايح جاي طب أخو الموتى دي لو أنا بعمل يوجه عشان أرتب دماغي يعني أخذ وقت دي هي بتختلف من شخص للتاني طبعا يعني ما فيش وقت محدد يعني في المتوسط تختلف من شخص للتاني في ناس لا أصلا هو الموضوع فعلا سبجكتف يعني يعني قابل يعني كده أو كده على حسب استجابة التاني أنا ما استجابتش لليوجه ممكن أقول فيه تحسن مثلا في الموضوع بعد ثلاث شهور ثلاث شهور احنا بنشكركم كموضوع برده وحبين اعتقدوا ان الموضوع غريب بس جدا اتعلمنا منه حياتي ومسير طبعا دائما نحاول نفتح موضيع طبعا التالي مهندس الدكور أحمد إسماعيل في ضيافة الستات موسيقى ومنرجى مرة تانية مع حضراتكم ويمكن من ضمن الحاجات المهمة والطلبات اللي بجينا كتير جدا كابلز بيبقوا باديين بداية حياتهم وعايزين يبتدوا ياخدوا اجراءات تجهيز الشقة والدنيا غالية وعايزين افكار ومش عارفين نعمل ايه طب احنا لو جبنا مهندس انتيرير ديزاينر هيكلفنا كتير جدا طب هندفع للانتيرير ديزاينر ولا هنجيبي الحاجات انا عايز اقول لكم ان كل دي اسئلة مباحة جدا لكن احنا مش نعرف نرد عليها مين احسن واحد يقدر يرد عليها معانا النهاردة باش مهندس أحمد إسماعيل مهندس ديكور واحد من افضل عشرين مصمم داخلي لديي لوججيري اهلا وسهلا اهلا وسهلا بنجاد تحية مرة تانية لكل مشاهدين ونورنا زي منفدة قالت مهندس أحمد إسماعيل وانت تكون شاطف دي حاجة سهلة انت تستمر دايما تبقى متفوق ده الأصعب اه انت يعني تفوقت احنا عايزين نعرف يعني مين احمد إسماعيل تعرفنا بنفسك انا احمد إسماعيل انتيرير ديزاينر بدأت في الفيلب تقريبا من 2010 كنا لحد 2019 تقريبا ديزاين اونلي وبعد كده لحد وقتنا هذا بدأنا نشتغل في تنفيذ الديزاينر لان دي حاجة بتفرق جدا معنا كديزاينرز واحنا بنصمم ان احنا نكون عندنا باكجراوند مهمة جدا عن الماتيريالز اللي نستخدمها ايه مميز في شغلك خلاك ان انت تبقى من افضل عشرين مصمم هو موضوع افضل عشرين مصمم دي دي كانت مجلة موجودة في لندن هي والليها عدد في مصر هنا بينزل فانا لقيتهم تواصلوا معايا بفكرة ان انت هتبقى معانا في افضل عشرين مصمم في 2022 هو الموضوع ده انا وجهة نظري ان هو جاي من الكرياتيفة دي في الديزاينرز انت دلوقتي لو عملت سيرش على الديزاينز الموجودة كتير قوي هتلاقي ان الديزاينز شبه بعضها انا دايما بلعب على فكرة ان انا قدم حاجة جديدة ان يكون في عندي كرياتيفة في الديزاين بتاعي حتى التيم عندي في المكتب دايما اقول لهم وانت قاعدة بتصممي فرجي على الشغل اللي معروض قدامي كله هتبدأ ان انت تكوني فكرة فانا ايه اللي ممكن اقدمه جديد فاي حاجة ليها علاقة بالديزاين سواء مودرن او ستيل او كنتمبري او كلاسيك فكرة ان انا قدم حاجة مختلفة هي اللي خلتني دايما متمينة طب باش فانزا حمد هل وجود انتيريور ديزاينر في بيت بنستير مجديد دا حاجة مهمة طبعا لان احنا واخدينها من زمان ايام زمان اهلينا والدك والدتك وكلنا كانوا يقولك ايه احنا هنباعد ابيض الحمام هنجيب السيراميك دلوقتي الموضوع بقى مختلف موضوع بقى مختلف تماما دلوقتي لان الديزاين دلوقتي بيقدملك فكرة ان انا اشوف احتياجاتك ايه وقدمها لك وظيفيا وموضوعيا بشكل يكون يتناسب مع احتياجاتك يعني مثلا الناس هو مش ناس احتياجاتي المساحة اللي عندي ايه اوكي المساحة ليها عامل في الموضوع انا لو بشتغل في ايوة لو انا عندي مساحة صغيرة تمام انت بتقدر تتصرف ازاي واغلب الشوعة دلوقتي مساحات مش كبيرة يعني بصي هو الدنيا معانا شوية مختلفة بالذات في المكتب عندي لان احنا معظم اللي اللي عندنا بتبقى احنا بشتغل على ميجا بروجيكت شوية اكتر بس لما بيجيلي بروجيكت بسكيل صغير ده بيبقى تشالنج لينا ان احنا نقدم حاجة تتناسب مع المساحة دي يمكن احنا بنقدمها بشكل مختلف شوية احنا ما بنلعبش بفكرة الميرورز اللي بتدي مساحات اوسع لان ده اعتقاط خاطئ هي الفكرة في الديمينشنز بتاعة الفورنيتشر اللي انا بحطها انا عندي الديمينشنز بتاعة الفورنيتشر في منها حاجات ستاندر يعني انا مروحش مثلا انا اجيب صوفة يكون عرضها تسعين سنتي حطها في الاريا الاسباسنج عندي كلها تلاتة متر لان انا عندي هيت بورد بتاعة التيفي عندي مساحة حركة بتحرك فيها فمن المفترض ان انا يكون عندي الفورنيتشر انا هكسر حتة الستاندر بتاعة الديمينشنز بتاعة الفورنيتشر باكستومايز الفورنيتشر بتاعي وطبعا بيطلع بكوالتي طب أنا النهاردة لو أنا نفسي في انتيري ديزاينر ويعمل لي كل ده هل أنا ببقى مجبرة في الديل إن أنا أدفع الانتيري ديزاينر والمنتجات ولا إنت ممكن تقدمني أفرز ممكن تتيجي إنت تقولي والله أنا البيت ده أنا هزبطه ونرسم الرسومات ويبقى الباكتش كله شامل كل حاجة لأ ساعة حسب الديل اللي بيتمى مع الكلاينت سواء إذا كانت باكتش أو نسبة أو آن كانت ديل بس هي مش ديل قصة أو مش دا العقل لأن أنا عندي مثلا لو في حد بيتواصل معايا من أنتري المكتب بتاعي فون أو من عالبيتش أنا بقدر أتناقش معايا وديله أفكار ممكن يعمل إيه حتى أنا مشتغلش معايا أو ده بيتش لحارتك الموجودة أه آه بالظبط لا ده شغل ده برويجكت كنا عملينه في الهند ولله عملنا شغل في الهند أه دي ساعة حتحرتك أه آه بالظبط ده انت مميز في التصميم الدخلي في الديزاين أه أنا من دي وان وأنا كنت عارف إن الشغل عندي هيبقى مختلف لأن أنا عارف أنا بقدم إيه والسوق موجود في إيه فأنا البروجيكت بتاع الهند ده لما جالي كان بالنسبالي حاجة غريبة جدا ده أغرب مشروع أنا اشتغلت رايزين نشوف صور من البروجيكت جالك إزاي يعني هما وصلوا لك إزاي أونلاين يعني أنا البيتج عندي شوية الريتش بتاعها عالي أنا عايز أقولك برضو في مشروع تاني معايا بتاع لعب كورة اسمه إيفان راكيتش بيلعب في أسبانيا تواصل معنا برضو من أنطرية البيتج وعملنا مع زوم ميتنج وبنعمل البيت بتاعه البروجيكت بتاع الهند ده كان رجل أعمال في الهند تواصل معنا هو إيه اللي خلاي يختار البيتج أو إيه اللي خلاي يختار الديزاين الاختلاف أو التميز في اللي أنت تقدمي بالضبط إحنا بنعتمد على اللاكشوري ستايل ناس اللي عايزة والموضوع مالوش علاقة بالفلوس إن أنا أصرف كتير أيوة مالوش علاقة مش فكرة إن أنا عايز أعمل حاجة لكشوري إن أنا أصرف كتير خالص أنا عندي مثلاً كونسيبت في الديزاين زي الألترا مودر أنا ممكن سبيس كبير جداً ما يبقاش في عندي غير قطعة فورنيتشر وتيفي وباقي المكان كله فاضي الفكرة إن الدزاينر لما بييجي يقدم حاجة في مكان أنا ممكن أدخله يبقى فيه تشتبات وشكلها حلو لكن أنا كمهندس أبقى عارف إن مفيش مهندس عمل ده ده حد اكتهد وعمله دايماً المهندس يسألي متعرف من إيه بس نصح؟ إحنا عندنا لائنز كده بنتبعها في الديزاين يعني بيبقى فيه حاجة مع حاجة تانية فيه لائنز ماشي قصات بعضيها فيه سيمتريك أو فيه كونسيبت متبع لكن أنا فيه أماكن باقي أدخله إيه بيبقى شكلها حلو لكن أنا بقى بعارف إن مش مهندس اللي اشتغل في المكان المهندس دايماً بيبقى ليه بصمة في المكان سي مثلاً أنا باقي أدخل أدخل كافي هات ألاقي نفسي قاعد على تيبل أنا مش جنبي فيشة استعمل التشارجر ويجي وليك طب معلش تعالي هنا جنبي الفيشة هنا مفيش مهندس دخل المكان ده لو مهندس دخل المكان ده أنا عندي بلانز فور نيتشر عندي إلكتريك بلانز بوزع الكهرباء بتاعتي بناء على الفور نيتشر الموضوع بيبقى مدروس من البداية للنهاية طب هل فيه خطوط ألوان أنا وعريس وعروسة وخارجين لسه المبتدئين الجداد يبقوا ماشيين عليها في أن فكرة أن الريسابشن لازم ألوانه تبقى ما بين كذا وكذا 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 لو عايز تلعب إلعب في قوض النوم يعني خطوط الألوان إيه؟ طيب هو فيه محددات آه هي فيه محددات بس مش إلزامية مش بس تبقى إحنا عارفينها بزبط يعني مثلا أنا ما ينفعش أجي في الريسابشن هيجيلي فيه ديوف وأعمل فيه لون بينكي أنا أعمل بينكي ده في غرفتي أنا ده لون سبيشيال أنا بحبه لكن بالنسبة للريسابشن بيبقى فيه كالرز معينة وفيه تيمة معينة المفروض إن أنا أبقى مستمعينة يعني دي حاجات سابتة مثلا لا ده عادي أنا ممكن أابل كلاينت عايز يعمل البيت بتاعه كله دارك مود وهو بيقولك مش ملزمة بس دي مدرسة باي لوجيك بالزاب باي لوجيك إن أنا في الريسابشن عندي بعمل ألوان فتحة زي الأوف وايد زي البجهات لكن ده ثابت لا طبعا طب هل فيه تريند موضة بتحصل طلوقت في الألوان في التصميم؟ في رصة الموبيليا كمان أنا وجهة نظري إنه لا أنا أنا ممكن أصل اللاينز بتاعت الديكوريشن دي يعني أنا ممكن أبتكر حاجة جديدة أنا ممكن أعمل تاتش لو حد ألهولك كده يعني من غير ما يوريك الديزاين أنت تعترضي عليه إزاي يعمل دمعة ده إزاي يحط تاتش كلاسيك تقيل في مكان في مكان مودرن فأنا ممكن أتبع اللاين ده ويطلع مني حاجة قوية جدا فهي مفيش حاجة أنا وجهة نظري إنه مفيش حاجة إسمها إن ده تريند دليومين دول لأ أنا ممكن أبتكر حاجة وده وظيفتي كديزاينر إن أنا دايماً أقدم لك حاجة جديدة وحاجة مختلفة حاجة غير اللي موجودة في السوق هما أنت تكرمت قريب ولا كانت هي دي بصعب الله؟ لأ كان في نهاية الفين اتنين وعشرين أقرأ ما أخذت الجايزة بالضبط وكنت يعني الحمد لله كرتفوز على مشروع تاتل هند؟ لأ هذا توتل على الفين اتنين وعشرين أقوى عشرين ديزاينرز موجودين وكان مجرد وجودي في وسطهم حتى لو كنت خدت العشرين ده كان بالنسبة لها نجاح لأن الأسماء اللي موجودة في العشرين دول أسماء كبيرة في البلد يعني طيب أكيد مفيش نجاح بيحصل من غير صعوبات طبعاً إيه بقى الصعوبات اللي قبلتك وإيه أسلحتك عشان تتجاوز؟ طيب بوسي إحنا مجالنا من دي وان لتو دي وهو كله مجال تنفسي ففكرة إن انت تكوني موجودة في وسط المنافسة الشارسة دي أولاً في ديزاينر كتير متميزين بس مش كتير إنك لما تشوفي الشغل بتاعه تعرفي إن هو ده فلان أنا بيجي لي كومنت كتير إن إحنا مش مهندس إحنا لما شفنا الشغل بتاعك إحنا عرفنا إن هو بتاعك من قبل ما نعرف إن إنت اللي مقدمه ففكرة إنك إنت تبقي دايماً متميزة ده تحدي وتحدي كبير جداً أنا مش مهندس تاكيفات لكن لازم يكون عندي باكراوند كبير عن الموضوع ده عشان أقدر بتاعي ففكرة إن أنا دايماً لازم أكون دقوب إن أنا بقدم حاجة والكلاينز بتوعنا المفروض إن هم مستنيين منك حاجة ففكرة فده بيحطك طول الوقت تحت ضغط إن أنا أقدم أفضل حاجة إن أنا أقدم أفضل من اللي موجود في السوق وبسعر تنافسي يعني دي نقطة مهمة وإنك تلاقي المتيريال لأن إنت من ضمن الحاجات الصعبة اللي بتعني منها أعتقد موجود المتيريال فلازم يبقى عندي بدايل ده وظيفتي إن أنا أوفر البدايل للمتيريال اللي مش موجودة طيب أنت سنك صغير وواضح إن أنت نجحت من وإنت صغير لأو إحنا دلوقتي الشباب اللي هم حيتخرجوا من الجامعة اتخرجوا وعايزين بيشتغلوا أو بيحلموا أو عندهم موهبة المجال بتاعك إيه النصيح اللي أنت ممكن تقولها لهم؟ شوفي هو أنا الموضوع ده بالتحديد أنا مثلاً كنت عامل هيرينج من فترة على البيتجي عندي إن أنا عايز ناس تيجي تشتغل أنا شوية حتة حديث التخرج أو قديم دي ما بتفرقش معي يعني أنا مش حد عنده أكسبرينس سبع سنين خمس سنين فأنا أبروف ده عليه لأن أنا مثلاً السينيور بتاعت المكتب عندي 2019 فدي تعتبر ما عندهاش عدد سنين خبرة كتير الفكرة في الموهبة فكرة في الموهبة فدايماً اللي بيبقى لسه بادئ أنا أول حاجة بتسئل عنها السلري السلري بتاعي كام؟ طب أوكي ماشي السلري بتاعك هتاخده أنت بتقدم إيه بقى؟ يعني وريني وريني الديزاينز اللي أنت متميز في إيه اشتغلت على نفسك أفكارك إيه؟ فهو دايماً أول حاجة بيفكره فيها أنا خريك كام وهشتغل بكام؟ أنا ده دايماً أبداً ما كانش مبداي من زمان أنا كان حد بيكلمني على شغل أوكي أنا جاي أنا هشتغل فأنت لازم تكون دقوب لفكرة أن أنا أشتغل 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 وقع أشتغل وأفشل لأن الفشل في حد ذاته هو من الستيبس الوصول للنجاح الشخص اللي بيفشل ده هو اللي فشل وماكملش لكن اللي بيحاول وبيفشل اللي بيكمل ده الفشل كان خطوة للنجاح وبيحاول تاني وبيفشل تاني أنا شايف أن الفشل ده من الستيبس بتوصلني للنجاح فأنت أشتغل على نفسك أكتر لازم يبقى عندي تغذية بصرية للسوق أدرس السوق كله وأتفرج على الناس يكون شغلها بروفيشنال أتفرج على الناس عالمية أنا لما جالي بروجيكت بتاع راكيتش أنا يعني شوية ماليش في الكرة بس لما كلمت حد من صحابي قال لي ده راكيتش قلت له معرفوش أنا معرفش غير ميسي غنالده فقال لي هو ده بقى اللي بيباصل ميسي عشان يجيب جون فعرفت إن ده حد مهم فده كان بالنسبة لي نجاح أنا مساعدش ليه ولكن أنا بتعب في شغلي وبكتهد وهو ربنا بيوفق من عنده إيه كان متطالباته؟ أو أنت لسه في الجون؟ لا ده هو حد بسيط جدا لدرجة أنه أعتقد الناس دي بمضر بسيط جدا هو نفسه لما كنا في زوم ميتين كان بيكلمني كان قاعد في قوضة كده سقفة عفلات مدهونة أبيض سادة يعني لدرجة إن أنا شكيت إن مش هو بس هو راكيتش فهو متطالباته بسيطة جدا هي زوجته اللي عندها شوية طلبات بس برضو مختلفة عن الفكر إن أنا أعمل حاجة لاكشوري واصل فيها كتير طب هم يعني أزواءهم غير إن هي أبسط بكتير مننا يعني مثلا زوءه هو كأسباني زوء الراجل الهندي مختلفين عن بلاد الخلافات اللي واضحة عن لنا طبع بصي إحنا اشتغلنا في السعادية اشتغلنا في الكويت في دبي ولو الموضوع بيتطلب إن أنا بعمل زيارة للسايت فأنا بسافر لإني أنا لبجأ ديزاين ما هو دا الفرق بين ديزاينر والتاني في حد بيديزاين وعنده منطقية التصميم في حد بيديزاين صورة حلوة وخلاص منطقية التصميم هو إن أنا أعملك ديزاين إنت عينك كواحد مش على دراية بالمجال تبقى حاسس إن الصورة ريل جدا حاسس إن الديزاين دا يتنفذ بالزبط هو دا ما هو جالي علشان الشغل بتاعي وبتاحته هو إنت جامعت ما بينك وما بين ثقافتك وثقافتها طبعا فالهايتس عندنا مختلفة عندهم حتى شغل الكويت مختلفة عند دبي فأنا لازم لازم أدرس السوق عنده الأول أنا برضو البروجيكت اللي كان لسه من قريب بتاع السفير اللبناني الأصبك أنا سفرت لبنان درست السوق عنده لشان أعرف الماتيريال اللي هديزاين بيها لأن أنا ممكن أعملك ديزاين شكله حل بس ما فيش الماتيريال نحن أسعداء بالشاب المصري كده ناجح ومتماز ومطلوب عربيا وعالميا نشكرك 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 بقيت يعني رائعة والأكل. طبعاً تعرفين لازم أأمل. شفتي كيف تزدي سهير نور. وأمر والأقدر عليك حلو مرسيه على الورد الحلو ده. مرسيه جداً الورد الحلو من الحلو. الأمر الحلو. الأمر الحلو. نور النهاردة انتي هتعلمين حاجتين. هتعلمين طريقة جديدة للفراخ ممكن نعملها. وطريقة البطاطس بطريقة مختلفة. ممكن الفراخ. يلا قولي ما قدرها. هنستعمل ايه؟ بالرشاقة دي بتاكل الأكل. بنأكله اوه. ناسم ده. ايوه. نشاء الله برافو. نحن نعمل الفراخ. بصدور الفراخ بالسبانيخ. بالسبانيخ. وطماطم مقففة. اللي بتديها الطعم يعني. هنستخدم الصندرى تميتوز والسبوهرات. هنستخدم طوم بودرة وبصل بودرة. زبادي وموسترد. بابريكا وزبدة. وسبانيخ. اجيب لك معلقة صغيرة. بالمرة قولي. اول حاجة هنعملها بس. قولي الاول ايه هتطبيلي. هنطبيلي الفراخ. هل التطبيلي يفضل انها تشتغل. يعني اوه يستحسن لو فيه وقت يبقى نحطها في التلاجة. يستحسن لو مفيش وقت يبقى هنعملها راتون. اوكي هنحط. هنحط. عايز معلقة صغيرة. هنشوف تشتغلي. معلقة دي بقى. حاطر. تفضلي. انا جاي بهالك أصلا. ثم على التوم بودرة. حلوة. الموضوع. على حسب الكمية. على حسب كيلو أو نصف كيلو. موسترد بقى يديها طعم حلوة قوية. اه. اوكي. والزبادي بيطاري الفراخ قوي لما تيجي تتحمر. ويطعمها حلوة. بيطعمها حلوة. يعني جوسير كده شوية. اوكي. اوكي. هنستحف حيتيك عامل ايه على الانستجرام شغالة. اوه. نونو فرم ده كتشن. هنحط بقى الزيت بتاع الطماطم المجففة. اوكي. دي ممكن تتعامل بتديها بقى طعم أحلى. اوه. هيا دي. هيا دي. هيا دي. هيا دي. هيا دي. هيا دي. اوه. بتديها طعم أحلى كتير بدل زيت زاتون أو طبيعيخ. اه. لا. انت متعلمت بقى طريقة دي. متعلمها من جدتك. تيتا مني لا ايه طوان. هيا دي. انت عرفت. انت عرفت. عشان قلت بدل ما حت زيت. حتت زيت بتاع الطماطم. ما زحله ازكاية احتيت في كمال كفلفل ولا ايه. لا ما حتيتش. ما حتيت. عليك المالك و عليك المالك. اوكي. بس روش بسيت عشان لسا نحط على السوس. اوكي. ماشي. اوكي بعد كده بقى. دي شغالة. اوكي. لم تنسيت أصلاً من قيلة اللي استعملت. أنا رائمة نار. حسناً. خلاص خلصنا مش مشكلة. يلا. حسناً. أضعك الثاني. ماشي. حاضر يا أستاذي أستاذي. أنت. نشوح بس الفراخ كده الأول. بس لغاية ما لنا هي غمق شوية. ثلاثة أو أربع دقائق على كل ناحية مثلاً. حلنا بندها الصدمة. هيا. حلنا بندها الصدمة. حتى تغلع. لا ممكن بقى أوكي ماشي نستخدم من الأثنين أوكي. آه عشان تعملي الصوس أنا عملتلك بي. ممكن بقى الصوس نحط زبدة. تعالي بقى ما كان يليفي ورايا كده. أنا كل اللي عمولي كده أنا أشغلك. ها لك فكرة الزبدة. ما أنا عارفة أنا حضرتك مش بتحكمي الزبدة. بس مضطرين بس شوية. يا بنتي لأكس تبك من طنطك سهيرة. طول وقت عاملة ضايت ما أنا ما فيش أمل إرضاقها. هنحط بقى تقوم. مفروم. ممكن بصل كمان لو تحبه بس. يا كده يا كده. أوكي. أوكي. تمام. خذ. أوكي. عشان بس ما تجيش على عينك. طيب ايه تاني. احنا كده الزبدة مع البصر. أيوا. هنحط بقى. يوم. يوم. وانا هنا بتبعلك الفراخ. الفراخ. بس كده. هقلبها بقى على الوش التاني. أيوا. هنطلعت لها حلو عموما. ما هي بقى الحلو فيها الزيت اللي هو هنستخدمه. أيوا. ما هو ده اللي انا دقته. سوسو مش هتدقي. هنديكي حتة. يعني. طبعا هنحنا. هنحط بقى. هنحط طماطم. المجففر وانا هنحنا في الأول. لا هي بتبقى طماطم. ممكن تتعامل في البيت أصلا بسهولة. في الفرن. بزيت زاتون. بنحط قطع طماطم حلقات صغيرة. وبعد كده بنحطها في الفرن لمدة ساعتين ونوص تلاتة. لغاية ما تكش كده. وبعد كده بنحطها في برطمان زيت زاتون. خلاص كده. ونحطها في التلاجة ومستخدمها بدا لما نروح نشتريها. بالضبط كده. يعني هي هنطعب مرة بس هتوفر لنا حاجات كتير. هتوفر كتير قوي. وبعدين هنحط سبانخ. هي بتكش على طول. فإحنا بس إيه دقتين تلاتة بس. انت حطتي بس اللبن ده. مش هتحطي تاني. لا لا خلاص. خلاص. بس خلينا نفتك حبة لبن لل. وهنطبل بنفس الحاجات بردو. اللي هو طوم بودرة ووصل بودرة. ملح وفلفل وبابريكا. طيب يلا. وبعدين ندي. ده يستوي. الأول ما دي تخلص بقى نحطها في الفراغ الكصص على طول. ونقدمها على طول. هي بسيطة قوي يعني. بسيطة جدا وسهلة جدا. أنا تعلمتها. حلو. وماسترد برضو بيديها طعم حلو قوي. مش هتخديني وستعمل الكش دي تحت كتير. وماسترد وبابريكا. او. حلو تحب تسيطة. يعني انت بتحط تعريبا أغلب المكونات في التدبيلة. وهي نفسها. اي وهي هي بتتعاد. عشان الطعم يبانق بزيادة يعني كوي شوية. احنا ممكن نحط دول على دول. ولا دول لازم تستوي الأول الفراغ. لا لا. هنحط أول ما دي تستوي نحطها هنا على طول. وبعد كده بقى بنزينها فوق. يعني بس بعين جمل. بتشوح النور بس شوية. بعد ما بنحط الفراغ بنزينها بالعين جمل. بس كده. اوكي. وتكون طوحة كده خلفت. رهلة وبسيطة ممكن تقدم مع روز. ممكن تقدم مع مكارونا بيضة. انا ممكن شغل هنا سوسو. اه طبعا. طبعا. عشان هي هتعمل ايه المكارونا. ايه البطاطس. بطاطس وحرونة. كله نيشا. كله هنا نايمة. هي كل الحاجات الحلوة بالتخن للأسف. اه. انا بس عايزة عارف اي وهي دي. كل الحاجات الحلوة بالتخن لحرام. اوكي. والشكل النهائي بعد ما بيستوي بيبدأ. بعمل كده. ما بدخلش فرن ما بعمش اي حاجة. لا لا اولا اي حاجة بس بنشوحها بشوية تان جمل. متكسر بقى بس بنشوح شوية عن نار بس كده. بس كده. بس كده. طبعا انا هرائب الليلة دي. اه تقولي لي بقى البطاطس. اوكي دي بقى بتبقى ماشت بطايتوز. مع محشية لحمة مفلومة وبسلة وجزر. اوكي. ومن فوق بيبقى فيه زي كوين تشيز كده. حلو بيديها كده لون حلو. وممكن نحشيها خضار بس. اوكي. 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 مvedقى كده اللي اوي لك. اوكي؟ احنا هنسلو خمس ست بطاطسات على الماء.. كان اي 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 بصي حققتلك احلامك احلي احنا حاطي ربع زبدة سايحة اي اي ربع زبدة سايحة عشان تطاري البطاطس شوية أنت لجبي أرة على ناستي وأنا أرسlaceنا أسألأспدي نهاية owe لن أغلقب数 لا أرسل نزواء و أنا اراises أنت تعرف أنت إزالهم أنها Cumir لم نرحب أدري أن تذكر أنت leverage أنت يزلة كل الناس أما أن adding هذا الأكل سهير ينفع أحاول أن أعمل نفس الشكل ممكن ممكن كريمة ممكن يزود لبن لكن الكريمة يتقل نحن أول حاجة نضع التوم مفروق البصل عشان نضع اللحمة المفروعة يلا لسه ميت يمكن أن أضع ضعيفة قليلا يمكن أن أضع يمكن أن أضع يمكن أن أضع مالبصل يتشوح نضع البطاطس ثم نضع الزبدة والتوابل سنضع نضع نضعها على نار هادئ وعليتها نضع 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 عملت كائنا هل أريد أن تسويدي حلم؟ زبدة حلم لا لا بس تأخذ لهم بس كده نضع اللحم على طول هنحطوا بوسموت بس في قلب البايركس من جوه عشان البطاطس ما تلزقش ما بيبخ تمك بيتي بس مجدتو تحط في الفرن ماما تخرج وانتي تعد لا ممت يخرج بس بنتبخ انا وهمة بعد عشان يقعد ورا الكاميرا طبعا المنافسة من سمال سالح تيتا بس بنتكلم على المساوين طبعا لا تتتها من الخارج طبعا من المطلعي خارج المنافسة لو هني بقى هيا أمامتها لأنا بقول من غير ما هيا حتى أماما قاعدة ورا الكاميرا هي واضح لا واضح أكيد ده شيء يساعد ماما يعني بنت تبقى أشتر من الأم ده شيء يساعد أي أم يعني هيا هلتنين شاطرين ماشي 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 إجابة حلوة بردو براو 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 عنك بنحط بقى نص الكمية البطاطس اللي احنا سلانيها بردو بردو هحط نفس التوابل بتاعت اللي انا حطيتها في البطاطس نفس بردو انا حطيتها في الفراغ اللي هما بوصل بودرة توم بودرة ملح وفنسل حطي تعالي بقى ده التعصيجة بتاعتك هادي يال ايدي هنا هبتخط ملح ايه اسميها ايه؟ التعصيجة اه اوكي بنعصج اللحم لا اصلا انا اسميعت حاجة تانية فبس بتأكد من المعلومات تاديك وهو انا بقى هنا بس بعملك كل الموضيع مع بعض حلوة فكرة اللي انت عاملها تحت ده عشان ما تلزقش لما تتحط في اه بنحط نص الكمية اوكي وبعد كده بقى بنحط اللي احنا هنعمله اللي هي اللحمة مفرومة بالخضار وبعد كده بنحط نص الكنية الفراخ اللي بتلقناها هي اول ما تتعصج هنخط معاها الخضار ولا انحطها دلوقتي لا لا هنحط الخضار مع هاتش هم المتقف ليش ده هنحطها مع ده هو بقى هننزل بدا هو ايه ده قولي الجمود بتاعت ايه بسلة وجهر ممكن برضه تحط يعني اي حشو انتو تحبوه اي نوع الخضار يعني هتلع قدام كل اسخبنا الفكرة ايه? انت العملة ده طبعا. اه. واحنا في الهواء. اه. اه. مع الفراغبة برضو بنستخدم نفس الحاجات. يعني لو عملتوا بفراغبة ده اللحمة مفرومة. عافين مكارونا بشامل بس بالبطاطو. عافين انتو التعمل? انت مين علمت طعامة الاكل ده? اكلك تعمل. شكرا. عشان انت تعمل. مرسي. اه. السكر. ها؟ 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 لا لا بالهنة والشك. هتعلي كل حضر ولا عراق. لا لا انا ما بقولش لا اول بس بقولك بالهنة والشك. طب خلال. اللحمة المفرومة دي زي ما قولنا ينفع تبقى فراغ وينفع تبقى خدور من غير الاخر. ممكن تبقى فراغ بنسلقها او نحمرها وبعد كده نفاصفاصها كده بالسك الشوكة او حاجة. طبقك هو عشان ما تقوليش طعم تكنفيدة حرقته لك. ده خلاص هو كده او. مع شوية العين جامر وخلاص كده. اه بس هسيبولك شوية كمان. يخش البعض وكده حالكا. يشكشك. انتي كده خلاص. اتعصاجك كده خلاص. اه. هنحط بقى. يلا. طبعا كمية دي كتيرة على الطبق بس هنحط. استعملي اللي تقدر يعمل. ايو ايو كده. هنحط بس نصها. اشيل لك دي. لا لا انا بستخدمها. لا انا عايزت. ولو حد عمل كمية كبيرة زي دي ممكن يعمل مكارونا ويسلو مكارونا ويعمل. هذه بس تغيير بس من البطاطة المعصبطيزة اللي طبق العليا. يعني يازم تبقى عارفة مش عشان انا عارفكي لأ. طعم. 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 هي طعمة فلا نحن نحط بقى كمية البطاطة الساعة. انتي ايه اكتر حاجة متميزة فيها. ايه اكلها صعبة كده انتي متميزة فيها. اكلها صعبة. حلوة حادق طيب. حلوة وحادق. حلوة بعمل بانانا باي. حلوة. بعمل براونيوز كوكيز برضو حاجة. انا كده خلاص يا باشي. ايه خلاص يا باشي. ايه خلاص. طبق ده خلاص. كده حلوة. والحادة اي حاجة فرائد شوكين بقى. او زي كده مثلا فراغ بقى وحط حاجات جديدة مش بنستخدمها قوي. ماما بتحب تأكل ايه? وبابي بيحب يأكل ايه? والعيلة بتحب تأكل ايه? لا بابا ايه بيحب يأكل اكل صحي بس. فهو منهوش اي حاجة. يعني هو بيحب يقول لي لازم تعملي حاجات صحية لازم تعملي حاجات. اعملينو الحاجات الصحية اللي هو عايزة من غير ما احنا مضطرين نحن نقوم معاك نستر. بس بقي البيت عادي بيأكل اي حاجة انا بعملها. اوكي. بس هو اللي صح على فكرة. هو صح طبعا بس. لا الاكل الصحي صحي. انا لما عندي بنتي وبتطبخ بطعامة دي مش هيكل صحي. ايه طبعا يا سيدي اكل كل ده كل يوم ما وده غلط. انا بقى التانيك اولاها. انا رحل. انا بيتانيكو فعلا من البيت. احنا عايزين ناكل ايه النهاردة كزا. بس كزا خلاص احنا هنعمل بقى السوس اللي هو بتاع البساطس اللي هو. هنعمل ازاي بقى. اه بشامل بقى. اه بشامل عادي. اه. طب انا نضغط الاكل. اتحدي عايزة دو معاك. اه ممكن نستخدم دين. ايه. لأ. لأ. انا ديبلك حالة صغيرة. ايه. ايه. احكي لنا بقى البشامل لعشان بنات صغيرة كتير. كتير صيح بقى شوية. ما بيعرفوش يعملو البشامل. اه او. بس ده ما فوش زبدة ولا في اي حاجة. ما فوش اوزية دقيقة. دي اخبار عظيمة. فبيبقى خفيف شوية. ايه بابا. هنحط مكعبين زبدة كده. انت عايز. انت عايز ايه. ايه. احمد. مفيدة لازم تسيح لكل الناس. خلاص هو قلك. مش لازم نعلنه على الملأ. انا ما سمعتوش. وانا ما سمعتش. بس خلاص. اه انت حاضر. انا افتكرت بقولي. انا عايز ادوق اكلك. 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 ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. هاريو كريزي يا احمد ردت عليك المخرجة بتاعتك. ماشي. ماشي. لا لا انا مفيدة. هتتعلم واتبع حاجة جاندة جاندة. ابا بصي الحاجة الوحيدة الجد اللي انا فيها عبيطة. ما فيش امل. والله العظيمة بيبي والله العظيمة بحاول. دايما بحاول. احنا بعد ما نصيح الزبدة بقاها نحط كريمة. لو سمح. كريمة حلويات. كريمة حلويات بتفرق عن الكريمة العادية. ايوة انا دي الحاجة الوحيدة اللي انا عارفها قلتها البنتي. ايوة بتاقل كوامل. قلتل منها. قلتل منها. لما تيجي تشتري بيقولوا. ايوة صح. ان الكريمة استعملها كريمة حلويات. طب اهو خلاص محضرتك شطرة اهو. لان انا عملتو بس. لا بيقولوا. ايوة بتبقى احلب كتير من التانية العادية. ليه بقى. عشان بتاقل الاكل. عشان هي بتاعت الحلويات بتاديها كون. بتصبك الحاجة. فديل بتبقى احسن. بعد ما نحط بقا الكريمة. هنحط كريم تشيز. اي كريم تشيز تحبوها. اي اي بقى. كريم تشيز. كريم تشيز. او. وبتاقل. لا لا استني انت قلت البشامل بتاعك خفيف. لا مش خفيف. خفيف مش حطة فيه. دقيق ووس. دقيق. يا خبر. اي ارض برضو. اللي هي كلها. مش هيعرف ان فيها كريم تشيز. خلاص. يا جميع الموضوع طعامة. طعامة اكل. او يعني الحقيقة قصيرة قوي. نحن نركز في الحاجات الدقيقة. او. او. انا فكرة. لو ما ركزناش في الحاجات الدقيقة دي. الحياة تبقى اقصر من الطبيعي. بس نبقى اكلنا كل حاجة. بالظبط كبه. وتعبنا. لا مش تعبنا. يعني احنا كده ولا كده. متعة الاكل في الحياة هي المتعة الوحيدة. متعة الاكل. اللي اصبحنا احنا بنتعامل معاها. متعة السحر اهم من متعة الاكل. فكرة ان انا احط في بقى حاجة اقول. قولوه هاتي حلوة قوي. ايدي ما بقتش متوفرة. فلما بتلاقيها في مكان لازم تستمتع بيها. وهنا يصمو. وهنا. ايه الكلمة الشهيرة. وهنا. وهنا ساسكت قليلا. ليه لان اي حاجة تاني ما بقتش ليها طعم. فلما الاكل بقى حلوة بتاع. طبعا احنا احنا خلصنا نص الاكل. بس خلصنا كده خلصت اصلا. اه بنحط برضو نفس التوابل مالح وفلفل. وتوم باودر وبصل. وتخليل اقولنا خلص دي المستوية تقريبا متعودش ايه. اه لا بتعود. لقد النظر بقى عن الكالرز اللي في الاكلة بس الاكلة شكلها حلو جدا والمكونات والطريقة والطعامة وكل حاجة فتسلم يديك. كالرز. ارى بنسباني من الاز الاكلات اللي اكلتها. مش عشان بنوتي. لا اقل بجد الاكل لازيز. بجد الجيل اللي جاي ده هيفضحنا. لان هما اطلعوا بيعرفوا يطبخوا احسن مننا. بشكرك يا نور مرسي جدا سلميلي على تيتا جدا جدا وبو سيهاني. وبشكرك. شكرا يا نور وشكرا لكل مشاهدين وبكرة يوم جديد في الستة. سحية تير حضراتكم ونشوفكم بكرة ان شاء الله والستة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة